اشتركوا في القناة ما تشني شيء اعلاش مايشري شيء شباش رضعوا أنا تعنا رضوا حليبك عايش بنتي اما حليبole غبرة تحكي عليها حتى الوقت شباش نقعد الرضع ما الازم نعاون بحليب الغبرة لازم ترضع والدك ما الساعة الاولى من ناحيته حتى العمر عميق وعلاش البريود هيذي الكول خاطر حليبك ميفيهو الجراثيم ديفي قد صخنت لك متكامل ومتنيسق معناها فيه المكونات الغذائية الكل واللي تتبدل حسب وزن وعمر صغيرك وزيد على هذاك صغيرك يولي مطمئن ومرتاح علاش؟ يخش عندي زايد على حليب الغبرة حليبك يا بنيتي فيه الماء، السكريات، الدهون والبروتيين والفيتامينات والمعادن ويتقسم على ثلاثة نواع نوع مترا؟ النوع الأول اسمه اللبأ تتفكر أول حليبة خرجت لكلونها أصفره؟ هذيك تقويلوا مناعته، تحميه من ليفيروس وليبك تغيل كل واللي مستحيل تلقاهم في حط حليب غبرة يتباع النوع الثاني اسمه الحليب الانتقالي ويبدأ معبي بالبروتينات وشبيني وليت نشوف الحليب ولا كلماء؟ هاني بش نكملك، هذيك النوع الثالث الحليب الناضج اسمه، كل مرة ترضع فيها صغيرك بش ترهمله لسيل، أما بش شوية بش شوية يختار وعليش كل مرة تضعه يشرب شوية ويقص؟ سواء ما عنديش الحليب الكافية لا لا، جملة، جوز صغيرك قاعد يرتاح وقتها، خليها على راحته ايا ما أنا موجوعة، ونحب نرتاح ما تشوفهاش هكا يا بنيتي، راور الضاعة باهية ليك وليصغيرك من جهة صغيرك الجهاز المناعي متاعه يقوى وتحميه من برش امراض اللي طفع ليه منهم وزيدة تحسن له من الجهاز الهضمي متاعه اللي تخليه يرضع ويرقد بالباه وش نوان نربح أنا؟ انتي يا للا بش تحميك من برش امراض كيما سرطان الثدي تربح فلوسك في جيبك بخاصة الراحة يا بنيتي، لا تستحق تقوم تسخنة حليب لشي كل شي موجود عندك وتحميك زيدة من الاكتئاب وتقوي عليقتك بصغيرك تغزر لو يغزر لك، تولي تحس كيفو بالراحة شخير من هكا تراه؟ ألو، عسلمة مادة مبايق، حمدل على خلاص وحلك حبيت انذكرك اللي ما زالك ثلاثة يم وترجع لنا حليبك منفعة، ليك ولا صغيرك؟